السلام عليكم مرحبا بمتسبعي قناة الحميدي اذا مرحبا بكم في هذا اليوم من فقرة انسو لك وجوبني اليوم مع السؤال الرابع اتمنى حقيقة انكم تكونوا كتستفدوا من هذه الفقرة هذه اذا فالسؤال الرابع فهو على الشكل التالي اذا البنية الاقائية للقصيدة لنفع السؤال الاول ما هي عناصر الاقاع الخارجي اذكروا لي العناصر المهمة التي تكون الاقاع او البنية الاقاعية الخارجية السؤال الثاني ما هي ايضا العناصر الاقاع الداخلي او عناصر الاقاع الداخلي كين فيكم لغا دي قولي هاد السؤال هدا فشن فين كتا فهو كيجي على الشكل التالي في السؤال التالي ارصد الخصائص الفنية للنصي بالتركيز على البنية الاقاعية مليتين هدروا على البنية الاقاعية اوتوماتيك مو خاصنا نعرفه بانها هي الاقاع الخارجي والاقاع الداخلي وهاد شي كامل هذا الاقاع البنية الاقاعية كتدخل ضمن الخصائص الفنية للنص اي ضمن الخصائص الفنية للقصيدة اذا اخوتي يلا 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 حيدو 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 مكي لا انترنت مكي لا لا كتاب لا ترجع الدفتر الاولو مباشرة تسمع هاد الفيديو هدا او تشاهد هاد الفيديو هدا هبط للكومنتر اكتب الجواب ديالك والى الحلقة القادمة ان شاء الله